الريح والمطار قليل من الدفء والشعور بالأمان من الجوع والغبار هذا ما تحتاجه أسرة العم قاسم القادمة من جبال عمران هربا من بطش ميليشيا الحوثي وإلى هناك غيرها من الأسر كانت فصول النزوح القاسية بانتظارهم تحت خيام بلا سقف في صحاري الجوف هربنا من حالة حالة الخوف والرهب من الحوثي وصلنا هنا أعسر من البرد والحمى والغبار والمعيشة تعبة صعبة من هنا لا معنى شغل ولا معنى شي أكثر من 84 ألف نازح في محافظة الجوف وفق إحصائية الوحدة التنفيذية ولعل عمران إحدى المحافظات التي سجل نازحوها ما نسبته 1700 أسرة من إجمالية عدد النازحين بالجوف جميعهم يعانون ظروفا قاسية وسط غياب الدور الحكومي والمنظماتية الفاعل باستثناء الجهد الإغاثي المحدود لبرنامج الغذاء العالمي وما كان يقدمه مركز سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خلال الفترات الماضية والذي توقفت معوناته الإغاثية منذ ما يزيد عن ثمانية أشهر وفقا للنازحين عدا ما يقدمه لنازحية صعبة معنى أكثر من 1700 أسرة يعني أكثر الناس يشغلون اتصال يوميا والله لا يجدون الطحين في البيوت لا يجدون شيء كان مركز الملك سلمان يعني يأتي في كل ثلاثة أو أربعة أشهر تأتي سلق ذائم مركز الملك سلمان الآن لن أكثر من تسعة أشهر انقطع بشكل نهائي لم تأتي أي سلم من مركز الملك سلمان تقودنا الصورة إذن إلى قلب المأساة التي يعيشها النازحون في هذه المحافظة وتختصر أسئلة كثيرة كيف يعيشون وعلى ماذا وقد تهتكت آمالكم المعلقة على حبال النزوع وصار خاذ مكانا لطهي الطعام في أحسن الأحوال والجدار نصف وطن الأطفال وحدهم لا يشبهون الحرب والنزوع ولا يدركون معنى أن تكون بلا بيت العاكل ما نسوي الله في مدرات من هذا ما معناه ولا المصاعد المصاعد قديمين نخبز فيها ونسوي كل شيء فيه يعني معنا قلنا تعيب والمنظمات ما حد قلنا نتبه لنا ولا حد يتحاكها منا ولا شيء من يصغي لهذه التأوهات المجعة في زخم الحرب يقول هؤلاء ويتوسلون البقاء بقليل من الكرامة والحياة المبتورة وليس قدرهم أن تغتال آمالكم في الشتات ويصبح النزوح وطنا بديلا علي الجرادي قناة بلقيس الجو